شهد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكي باسل 9 والذي نفذته إحدى الوحدات المدرعة بالجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدة الرماية المايلز يأتي هذا المشروع في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدة القوات المسلحة وناقش رئيس الأركان العناصر المشاركة بالمشروع في أسلوب تنفيذ المهام المكلفين بها وكيفية اتخاذ القرارات مع المواقف التكتيكية الطريقة التي يمكن التعرض لها أثناء إدارة العمليات وأشهد الفريق محمود حجازي بالأداء المتميز للعناصر المقاتلة والمعاونة المشاركة في المشروع مؤكدا على أهمية تحقيق المبادئة على مستوى القادة الأصاغر والارتقاء بالمهارات الميدانية والبدنية للمقاتلين وأشهد بالجهد الذي يبذله أبطال ومقاتل الجيش الثاني الميداني في مجال التدريب والاستعداد القتالي بجانب مهام إنفاذ القانون والقضاء على الإرهاب في سيناء حضر المرحلة عدد من كبار قادة القوات المسلحة